والآن إلى جولة في أروقة الصحافة العالمية والإسرائيلية حول تطورات الأوضاع في غزة مع استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع نبدأ بصحيفة فينانشل تايمز التي نشرت تقريرا تحت عنوان إسرائيل تخطط لحرب طويلة وتهدف إلى قتل ثلاثة من كبار قادة حماس الصحيفة ذكرت أن إسرائيل تخطط لحملة ضد حماس ستمتد لمدة عام أو أكثر مع استمرار المرحلة الأكثر كثافة من الهجوم البري حتى أواء العام 2024 وبحسب الصحيفة فإن الاستراتيجية متعددة المراحل تشمل قيام القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل وشيك في عمق جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر كما تشمل الأهداف قتل ثلاثة من كبار قادة حماس مع تحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب الحركة البالغ عددها 24 كتيبة وشبكة الأنفاق تحت الأرض وتدمير قدرتها على الحكم في غزة أما صحيفة نيويورك تايمز فنشرت تقريرا تحت عنوان إسرائيل علمت قبل أكثر من عام بإعداد حماس لهجوم غير مسبوق ذكرت الصحيفة أن وثائق ورسائل بريد إلكتروني أظهرت أن مسؤولين إسرائيليين حصلوا على خطة حماس لهجوم السابع من أكتوبر قبل أكثر من عام قبل وقوعه أوضحت أن الوثيقة التي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم جدار آريحة حددت بالضبط نوع الهجوم وأهدافه المتمثلة في اجتياح التحصينات المحيطة بقطاع غزة والاستلاء على مدن إسرائيلية وبحسب الصحيفة تم تداول الوثيقة على نطاق واسع بين القادة العسكريين والاستخبارات الإسرائيلية لكن الخبراء قرروا أن هجوما بهذا الحجم والطموح يتجاوز قدرات حماس أما صحيفة هاريتس الإسرائيلية فنشر بدورها مقالا لرئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت تحت عنوان قوات نيتو الخطة التي ينبغي لإسرائيل تقديمها لغزة ما بعد الحرب وكتب أولمرت أن نتنياهو وحكومته المتعطشة للدماء بين القوسين لا تملك إجابة عن السؤال الذي يطرحه حلفاء إسرائيل حول ما ماذا بعد الحرب وقال إن الحرب قد تستغلق وقتا أطول مما تطيقه الدول الغربية وقادتها وشرح أولمرت خطته لما بعد الحرب معتبرها الخطوات المناسبة التي ينبغي تبنيها بعد انتهاء الحملة العسكرية على غزة وتستند خطته إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إذ إنها لا تستطيع البقاء فيه ولا ينبغي لها وقال أولمرت إن على إسرائيل في الوقت ذاته أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ينص على إرسال قوة تدخل دولية إلى غزة وتعتمد على جنود من دول حلف نيتو لتحل محل الجيش الإسرائيلي وينضم إلينا للتعليق من العاصمة البريطانية لندن جهاد أبو فلاح الكاتب والمحلل السياسي سيد جهاد لنبدأ أولا بما كتبه إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي وحول مدى تطبيق إمكانية تطبيق خطة إهلاسية ما فيما يتعلق بنشر قوة دولية قوامها جنود من نيتو والدول الحلفاء وغير ذلك في البداية شكراً إليك على الإصلافة وتحية إلى كل المشاهدين باختصار الاحتلال دخل هذه المعركة دون أن يحدد لها أهداف بمعنى أنه ربما تفاجأ في العملية التي حدثت في 7 أكتوبر من ثم بدأ يضع خطط للرد على هذه العملية ليس لديه لدى القادة في دولة الاحتلال أي رؤية واضحة عن مسار ما بعد حركة حماس في قطاع غزة هو يتحدث عن سيناريوهات مختلفة اليوم إيهود أولمارت هو يعكس جزء من هذه السيناريوهات التي يتم الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي من موقع الشخصية المعارضة إذا بدك للحكومة القائمة هو يعبر عن تيار في داخل إسرائيل يحاول أن يفكر باتجاه ما هي الخيارات أمام إسرائيل ما بعد حركة حماس في قطاع غزة لا يوجد رؤية واضحة حتى رؤية يعني عندما يتحدث عن قوات الناتو التي يقترح هو بأن تكون هي القوة الدولية التي ستحل محل القوات الإسرائيلية بعد ما يعني إذا افترضنا هزيمة حركة حماس وفصائل مقاومة في قطاع غزة وإخراجها حتى هذه ليست واضحة بالمعنى الحقيقي لا يوجد رؤية حقيقية لدى إسرائيل في تحديد مسار المعركة وما بعد هذه المعركة إن كانت ستصل إلى مرحلة أن تستطيع الاحتلال قطاع غزة بالكامل إنشاء شريط فدود كل هذه السيناريوهات تفكر فيها إسرائيل وهي تخوض المعركة ضد المدنيين وضد قطاع غزة باختصار هذه الخطوات أو هذه التصريحات التي نقلتها صحيفة هارت والمقال الذي نشره أولمارت يعبر عن حالة الأزمة الداخلية لدى دولة الاحتلال وإمكانية إيجاد حلول لتحديدها في قطاع غزة ورؤية المستقبل في قطاع غزة نعم طيب يعني إذا كان هذا يعني هو تصوركم أو رؤيتكم لأنه غياب الرؤية الإسرائيلية عما تريده من هذه الحرب فبرأيك إلى ما استندت نيورك فينانشل تايمس حينما تتحدث في تقريرها عن أن إسرائيل تخطط لحرب طويلة ربما تمتد إلى عام وحددت حتى مطالب هذه الحرب من القضاء على حركة حماس إلى استراتيجية متعددة المراحل تشمل قيام القوات الإسرائيلية المتمركزة داخل الشمال بتوغل في عمق الجنوب يعني بهذه تعتمد الصحيفة على تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بمعنى أن هناك بعض التوجهات لدى القيادة السياسية في إسرائيل وحتى القيادة العسكرية إذا بدك باتجاه هذه الخيارات في داخل قطاع غزة الرؤية للمعركة يعني لا يكتفي بأنه يتحدث عن ما بعد حماس في قطاع غزة أو ما بعد فصائل المقاومة في قطاع غزة ما هي الرؤية كما ذكر ذكر أولمرت الآن يتم الحديث عن سياق المعركة نفسها بمعنى أنه يتم الحديث عن معركة طويلة تمتد إلى عام أو عامين وأيضا يتم الحديث عن معركة برية قد تصل إلى مطلع العام المقبل يتم الحديث عن انتقال من شمال قطاع غزة إلى منطقة الجنوب بمعنى احتلال قطاع غزة أو السيطرة على قطاع غزة من كرمو بسالم معبر كرمو بسالم إلى الحدود مع مصر في معبر رفح وبالتالي هذه أولا هي معقدة بشكل كبير جدا يعني تحتاج فعلا لوقت طويل يبدو عند الإسرائيلي تقدرات بأن قدرات حركة حماس وقدرات الفصائل المقاومة في قطاع غزة هي كبيرة لدرجة أنها ربما تحتاج إلى كل هذا الوقت لقضاء على أو خوض هذا الصراع والسيطرة أو الوصول للأهداف من الأهداف التي بتقديري هي يتم الحديث عنها وتتحدث عنها الصحيفة هي ما يتم الحديث عنه أنه بنهاية حكومة نتنياهو تريد أن تحقق إنجاز تصل إلى مرحلة أن تستطيع اغتيال السنوار أو اغتيال الضيف أو مروان عيسى كرموز لرموز سياسية وعسكرية وتقول للحاضنة الشعبية للمجتمع الإسرائيلي بأن هذا هو الإنجاز بعد خمسين يوما من المعارك واليوم ندخل في معركة جديدة بعد توقف الهدنة لم تحقق إسرائيل أهداف حقيقية تنقلها إلى المجتمع الإسرائيلي وتقول بأنها حققت هذا الإنجاز أرجو أن تبقى معنا سيد جهاد ونذهب إلى صحيفة يدعوت أحرنوت التي نشرت تقريرا تحت عنوان إجراء أمريكي جديد ضد المستوطنين المتطرفين الصحيفة نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأنها قررت حظر منح تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ووفقا للمسؤول الأمريكي فمن المتوقع أن يدخل القرار وحيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة وقالت فرنسا إن على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في فرض عقوبات على المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي ردا على المطالب الفرنسية أن بلاده تعمل وفق القانون ولا تتجاهل انتهاكاته وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على منع العنف لكن السلطة الفلسطينية هي التي تشجع العنف مجلة نيوزويك نشرت بدورها مقالا تحت عنوان على إسرائيل أن تنهي مهمتها في غزة وقالت نيوزويك إن بعد الأحداث الأخيرة وخاصة هجوم القدس يتعين على إسرائيل أن يكون لها اليد العليا وأن تعزز قدراتها العسكرية للقضاء على حماس في غزة لمنع المزيد من التصعيد والحفاظ على الأمن وبحسب المجلة فإن القضاء على حماس ليس أمرا مصيريا لأمن إسرائيل فحسب بل إنه يعمل أيضا كردع ضد أعداء أكثر خطورة مثل حزب الله والنظام الإيراني وزعمت المجلة أن هذا الإجراء سيكون له تداعيات عالمية حيث سيوفر شعورا بالأمان لليهود الذين يواجهون معادات السامية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من لندن السيد جهاد أبو فلاح الكاتب والمحل السياسي سيد جهاد لنبدأ في هذه الفقرة بما قالته صحيفة يدعوت أحرنوت حول الإجراء الأمريكي الذي سيتخذ ضد المستوطنين المتطرفين يعني تفسيرك لمثل هذه الموضوعات التي تتناولها صحيفة إسرائيلية وعن قيام الولايات المتحدة بهذا الإجراء طيب يبدو أن مشكلة في التواصل مع السيد جهاد عاد إلينا مرة أخرى تفضل أن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة بايدن تجد نفسها في حالة حرج كبير جدا أمام الصورة التي تخرج من قطاع غزة وأيضا العربدة التي تقوم فيها قوات المستوطنين في الضفة الغربية حالة لا استقرار في مناطق الضفة الغربية وفي قطاع غزة وبالتالي هذه القضية يعني تحرج الإدارة الأمريكية يعني تصل إلى أنها تخسر في استطلاعات الرأية هناك استطلاعات تتحدث عن تراجع شعبية بايدن وهو مقبل على الانتخابات كما نعلم بأن الانتخابات الأمريكية على الأبواب وبالتالي هو يحتاج إلى كل الأصوات أمام المرشح المنافس ترامب وبالتالي يحتاج إلى أن يكون هناك بعض المواقف التي تغازل ربما الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تخفف الضغط من داخل الحزب الديمقراطي على الإدارة الحالية في هذه القضية أيضا ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك مستوى من العنف التي تقوم في مجموعات المستوطنين في الضغط الغربية وهذا شاهدنا منذ صعود حكومة نتنياهو منذ تولي نتنياهو والسلطة وبينكفير وسموتريتش وعملية تسليح لأكثر من 250 ألف مستوطن في الضغط الغربية بالأمس فقط كان هناك تصريح لنتنياهو يؤكد على أن تسليح المستوطنين هو الحل الأفضل والأكثر نجاعة لمواجهة التطر أو العنف كما سمى في الضفة الغربية ولوقف التحرك هذه لعبة خطيرة دخلت فيها الضفة الغربية بتسليح المستوطنين سيؤدي ذلك إلى عمليات عنف وعنف مضاد وبالتالي ستؤدي إلى حالة من الانفجار في الضفة الغربية سيجهد يعني إذا كان هذا شأن تقرير نشرته يدعوت أحرنوت الإسرائيلية فإن الصحف والمجلات الغربية سواء كانت أوروبية أو أمريكية ربما لا تقل إسرائيلية عن يدعوت أحرنوت وتواصل تحييزها الفج برغم ما فضحته وسائل التواصل الاجتماعي حول انتهاكات إسرائيل طوال الشهرين الماضيين فإن مجلة مثل نيوزويك تطالب بأن تنهي إسرائيل مهمتها في غزة وأن تقضي على حماس لتكون رادعا لمحور الشر في المنطقة كما تقول إيران وحزب الله ثم تجدد الاتهام القديم الذي بلي تماما وهو فكرة معادات السامية تفسيرك لهذا الانحياز الغربي في الصحافة العالمية لإسرائيل بهذا الشكل الفج برغم افتضاح أمره على مدار الشهرين الماضيين يعني أنت تجامل حتى الإعلام الغربي بصراحة يعني الإعلام الغربي منذ السابع من أكتوبر وهو يعني يقاتل إذا بدك أكثر من الإعلام الإسرائيلي في هذه المعركة أن خرط في المعركة بشكل غير مسبوخ وغير محود وغير مألوف تجاوز قضية المهنية التي يعني صدع رأسنا فيها الإعلام الغربي حول البي بي سي سي أن أن فوكس نيوز كل هذه وسائل الإعلام وحتى الصحافة المكتوبة يعني أظهرت انحياز غير مسبوخ وتبنت الرواية الإسرائيلية بشكل يعني دون التدقيق دون التحقق من هذه الرواية بأنه مثلا قضية إعدام أو ذبح الأطفال برغم أنه حتى الصحفية التي نقلت هذه أو أخرجت هذه المعلومة تراجعت عنها وقالت بأنني لم أرى أطفال لكن الإعلام الغربي إلى هذه اللحظة يكرر ذات الرواية بشكل بالنهاية الإعلام الغربي هو ليس سقط سقوطا كبيرا وهو ليس مستقلا بالمعنى الحقيقي من الإعلام سواء من الأقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما تعلم بأنه في الغرب هناك تقسيمات حتى في بريطانيا هناك إعلام محسوب على اليمين المتطرف مثل ديري ميل وأيضا السن هذه الوسائل هي قد تتفهم أو تفهم أنها تنتمي إلى المجموعة أو بمعنى اللوبي الصهيوني أو الداعم لإسرائيل في الغرب لكن أن تأتي صحيفة مثل الجارديانز وهي محسوبة على اليسار أو على الوسط واليسار أن تأتي وتتبنى هذه الروايات الغير مسبوقة أن ترى أن وسيلة زي سيان أن تنحاز بشكل كبير جدا إلى الرواية الإسرائيلية لا يوجد تفسير حقيقي لهذا الإنحاز سوى أنها تخلت عن مهنيتها تخلت عن إصداقيتها سقطت سقوط غير مسبوك كيف يمكن أن تقنعني مرة أخرى هذه الصحافة الغربية بأنها شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعة سيد جهاد أبو فلاح الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن